ارتفاع الطلب على رحلات السيحة الداخلية خلال العيد الى المثلث الذهبي ومناطق الشمال والبحر الميت العديد من مكاتب وشركات السياحة قالت ان وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ساهمت بجهود كبيرة لتنشيط السياحة الداخلية خلال اجازة العيد والاسعار التشجيعية نشطت ايضا الرحلات الداخلية خلال العيد والاقبال في عيد الاضحى افضل بكثير من عيد الفتر 11000 مركبة و1100 حافلة دخلت العقبة في يومين الصحيح جهود يجب ان تذكر واشارة يجب انه اليوم فعلا ان نشير لها باهتمام كبير هيئة تنشيط السياحة اليوم بدأنا فعلا نرى انه في كثير من الناس اضافة طبعا لكل الارقام الي دفعت لي رحلات مرمريس وشرب الشيخ وتركيا واستنبول والاخره لكن بدأنا نفكر فعلا بالسياحة الداخلية كجزء اساسي من اجازاتنا بعيدا عن الصرف في الخارج شكرا هيئة تنشيط السياحة لهذا الجهد الكبير وشكرا وزارة السياحة شكرا لكم اهلا بكم طيب انتهى موسم الحج مبروك لكل الحجيج وحج مبرور وذن مغفور ان شاء الله وعودة ميمونة ان شاء الله سالمة للجميع وانتهى عيد الاضحى بكل ما حمل من فرحة اذا اردتوا فرحة اطفال بكل ما حمل من قلق لأسر ما كانت يادرة انها تأمن متطلبات اقل المتطلبات بالعيد وبكل ما حمل من بركات العيد وبركات الاضحى تحديدا هات نبدأ من جديد زي ما بنحكي بعد رمضان الورع والهدوء والاخره رغم انه برمضان فيش له فيه هدوء ولا بس احنا لانه مرتبطين بالصيام اللي بهد الحيل بالنسبة لنا رغم انه هو عبادة لكن هات نبدأ من جديد نبدأ من جديد اذا بدكم عالسوشال ميديا نرجع بكل همة الهمة اللي تعرفينه عالسوشال ميديا تحديدا فيما يتعلق بمش النقد ياريت النقد ابعد بكثير من النقد اللي احنا بنعمله بكثير ابعد حياكم الله في نيران صديقة لهذا المساء قرار حكومي يلزم تجار سيرات بكفالة خطية عند بيع المركبات الجديدة قرابة 2600 مخالفة تموينية منذ بداية العام الحالي وابرز ما تدولته السوشال ميديا محليا الجامعة الاردنية ضمن افضل 500 جامعة في العالم صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من السادس عشر من شهر تموز يوليو المقبل من اجل اقرار مشروعات القوانين وهي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الملكية العقارية وقانون الجرائم الالكترونية ومعدل قانون السير ومعدل قانون الشركات نحن على احرم الجبر بانتظار معدل قانون السير تحديدا وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قالت ان عدد الطلبة غير الاردنيين زاد هذا العام بنحو 6000 طالب الوزارة اشارت الى مبادرة نشطة بالتشارك مع هيئة تنشيط السياحة وزارة الصناعة والتجارة والتموين اعلنت انه منذ بداية العام الحالي ضبطت قرابة 2600 مخالفة تموينية مؤكدة استمرار رقابتها على الاسواق قرار من مجلس وزراء يقضي باخضاع السيارات الجديدة بكافة انواعها بنزين هايبرد كهرباء بكفالة الزمية عند بيها من قبل التجار واصحاب المعارض من غير الوكلة يبدأ تطبيقه مطلع شهر تشرين اول اكتوبر المقبل وزارة العمل تحذر المواطنين من التعامل مع ارقام هواتف خلوية سواء من داخل المملكة او من خارجها تستخدم اسمها وتدعي انها تقوم بالتشغيل من خلال وزارة العمل والى ابرز ما تدولته مواقع التواصل الاجتماعي في انجاز غير مسبوق محليا الجامعة الاردنية تدخل تصنيف افضل خمسمائة جامعة عالمية بحلولها في المرتبة اربعمائة وثمانية وتسعين عالميا كان من ابرز ما تدولته السوشال ميديا محليا مع انعلق لازم يأتي مع التقرير عدل الجامعات بالعالم الذي يتعدى الالاف فهنيئا لجامعتنا وعقبال باقي جامعات الاردن اوسكار كتب ابارك للجامعة والاردن هذا الانجاز المتقدم واشهر بالاسف لعدم وجود اي جامعة عربية ضمن المائتين جامعة الاولى في القائمة الدول العربية تمتلك الامكانيات ولدينا كفاءة اهلنا لذلك ميساء كتبت جهود مباركة اثمرت هذا الانجاز المميز مبارك للجامعة الام ولكل عاملين فيها ومزيد من التميز والتقدم باذن الله والصحيح يعني مبروك دكتور ندير عبدات رئيس الجامعة الجهد المحترم مبروك للجامعة الاردنية التي نقدر ونحترم وهي الجامعة الام اللي كنت بشير الى في اللقاء الذي لن ننسى الى حجم الدور اللي لعبته فعلا جامعة الاردنية في بناء مجتمع وبناء اجيال من البناء ومن خدموا وبنوا البلد مبروك للجامعة الاردنية في موضوع السوشال ميديا اود الاشارة ايضا لموضوع من شهرين تقريبا او اكثر شوي ورد خبر عن رجل اعمال اردني لبناني خبر هيك على السوشال ميديا انه تم ضبط مبلغ معه خارج من مطار بيروت الدولي وتم ضبط المبلغ لكنه يعني عاد الى بيته ثم دخل الى عمان عادي بس المبلغ حجم ما كتب في السوشال ميديا وهذا بجزء رح احكي اليوم مع ضيفي حجم رهيب هو رجل اعمال الاردني يوسف خلف وهذا الرجل اللي طبعا رح تتفاجأوا بحجم العمل الانساني اللي بعمله لكن سوشال ميديا اطلاق عيارات نارية بكل اتجاهات سوشال ميديا ضخ صدر اول امس قرار قضائي لبناني بان حقيت المبلغ له وانه من حقه ان يخرج له انه هذه فلوس له دخلها من الخارج وان يغادر بها وحصل عليها وغادر لم نجد في السوشال ميديا من يكتب كلمة اول انفجرت الدنيا الان لم نكتب كلمة وما اكثر الامثلة الشبيهة بهذا الرجل الاعمال الاردني اللبناني الاستاذ يوسف خلف اللي ذكر عندما اردنا تشريحه ولم يذكر عندما كان بريئا بكل ما اقر القضاء اللبناني حياكم الله اهلا بكم في نيران صديق بين السياسة والاعلام طريق مفروش بشوك المتاعب وفن المستحيل فهل الاعلام حق الهجرة الى مقاعد الحكم هكذا دون استئذان الجماهير كيف يتسلل النجوم الى قلوب الملايين دون استئذان وكيف تكون الخلطة السحرية حين تصبح الكارزمة والثقافة والحضور وخفة الدم مكونات اللعبة ومقاديرها اين خطوط التماس وهل من خطوط الحمراء تتوجب الحذر كيف لنجم غزى قلوب العرب من المحيط الى الخليج ان يتغيب عن درس المساء وعن اللمة والجمعة وسهرات الاسر العربية هل يمكن الاستعانة بصديق؟ سمعني كويس؟ حين تضيق دائرة الرفاق هل تجيب في المواجهة؟ ما تشوفي الحقيقة من وجهة نظر واحدة جواب نهائي وزير الاعلام اللبناني السابق والاعلامي العربي الكبير جورج قرداحي في نيران صديقة مع هاني البدري اهلا بكم الاستاذ العلامي العربي الكبير جورج قرداحي مساء الورد يسعد مساك مساء الخير واهلا بك دائما في عمان واولا بدي اقول لك كل عام وتب خير بعيد مبارك عليك وعلى الاهل وعلى الاردن جميعا واهل الاردن وكل احبابي في العالم العربي ينعاد عليكم بالصحة وبالعافي وبالسلام وبالطمئنين شكرا شرفتنا انت بعمان علاقة تاريخية طبعا طبعا احكي لي بلدي حبايبي والله بشتاء لعمان تعرف لما بغيب شوية عن عمان بحس بشوق هاي دي قليلة تصير انه انه لما تبتعد عن اماكن تشتاء لها ودليل انه هالارتباط وهال في صدقات هالحب وهال يعني اللي بيربطني بعمان ويلك صدقات بعمان كبيرة صدر على كل المستويات الحمد لله اضافة انه في يعني جورج قرداحي اللي اسم في عمان هذا الموضوع موجود في كتير من المدن العربية لكن في عمان ايضا في خصوصية انه جورج قرداحي له اقاعه الناس في حب خاص مش حب الجمهور اللي يعجب بمذيع اكتر جورج قرداحي بشرين الناس لسنوات طويلة في اردن هذا بحكوها هذه نعمة من الله ما بقدر دكتور هاني جاوبك عليها لانه انا بفتخر فيها وبيعتبر حالي انه هيدا ثراء وهيدا غنى لا الي ولكل شخص بيكون عنده هذه المقويمات اللي بتخلي الناس تحبوه بتشوف يعني في اشي بعالق ذهنك من نظرات الناس من تواصلهم بنا نتصور معك سيد جورج هادي موجودة موجودة زمان من وقت ما بلشنا من سير مح المليون من سير مح المليون صار لنا تقريبا شي خمسة 22-23 سنة عايشينا بس زالت اكتر بعد المواقف اللي صارت بالسنوات الاخيرة خاصة بعد ما صرت وزير والازم اللي صارت بعد الوزارة صار انطباع الناس مختلف شوي وهذا شي بيسعدني يعني الناس ما عادوا ينظروا لي انه نجم تليفزيوني ومحبوب وكذا وكذا لا صاروا ينظروا لي انه هذا رجل موقف هذا رجل بيوقف مع القضايا المحقة بقى التحية بتبقى مختلفة نعم بس انت قلتني مباشرة لسؤال العلاقة بين الاعلامي والسياسي او الاعلامي المذيع اللي هو الضيف اليومي او الشبه اليومي في بيوت الناس كلها والوزير اللي هو يحتمل ما يحتمل من شكوك من محبة او غير محبة وتعرف اي وزير بنتمي بالزات في لبنان وبالاردو مش بس في لبنان الوزير عنا بالنسبة لنا بالضرورة الناس ما بتحبه بالضرورة يعني من حيث المبدأ الناس شاك فيه الى ان يثبت العكس هي مش بس عندكم هي وين ما كان بالعالم العربي لما وقت طولى مسؤوليه معينه طبع احنا كنا افراد كنت انا رجل من هذا المجتمع وكان في وزراء وكان فيه وهذه النظرة الى كل واحد يعني بيتولى مسؤوليه معينه في القطاع العام نعم بقى في الخدمة العامة شعور مشترك بين كل الدول بس انا دخلت هل من حق الاعلامي انه يتخلى عن مقعده كاعلامي وشخص وسيط مع الناس دي يكون وزير انا ما تخليت ما تخليت انا يعني بوقتها لما عرض بلاش خليت الانتقال من مقعد ايه صح خلينيكم منك انا انتقلت من الاعلام لم اترك الاعلام لم اغادر الاعلام انا ما زلت في الاعلام نعم وسابقى في الاعلام وساموت في الاعلام خلص هايدي صارت لابستني هايدي بدمة نعم بس انا لما انتقلت الى الوزارة او عرضت علي الوزارة فكرت انه ممكن اقدر اخدم بلدي بشكل افضل لما يكون في عندي صلاحيات وقادر حقق شي نفذ شي لمجتمعي لابناء وطني بالافكار اللي انا بملكها بالقناعات اللي عندي اياها طبعا لانه انا عندي قناعات وطنية واضحة بالنسبة للبنان انا مع لبنان الموحد انا بدي لبنان يبقى دولي موحدة كل طواقف لبنان هم لبنانيون انا صحيح انه انا مسيحي ولكن بشعر اني انتمي الى كل طواقف لبنان نعم السنة والشيعي والدرزي والارمني وكل طواقف لبنان باعتبر حالي انتمي اليهم لأنه هيك الناس أشعروني لما صرت نجم تليفزيوني وصرت معروف في العالم العربي شعرت أنه في عندي مسئولية أخلاقية مسئولية وطنية مسئولية ضميرية أنه كنت مي إلى كل هالناس ما كنت فريق انتبه ولا مرة كنت فريق مع أو ضد بس كنت حاول أنه كنت مع الحق دائما بس طلب أنه كان فريقك الناس فريقك الحقيقي كان الجمهور يستمت بك هذا اللي كنت بحكي له هل من حق للشخص أنه يخرج من هات المنطقة ما خرجت لو السؤال والدليل أنه الناس بعضهم يتمسكين فيه طبعا هاي بحكي كثير من الحويان بيوقفونا يعني بالنسبة لتجربة وتجربة كثير من أساتنتي يعني وأحدثك منهم يعني درم أنه مواطن عادي بجزء لثقة ولمحبته لأنه بمتعود يشوفك أنت ضيف في بيته أنت جزء من بيته صحيح فبيجي يقول لك سيد جورج يريد تحكولنا على الشاشة عن موضوع مثلا الأسعار أو البطالة أو كذا أو أي مشكلة لأنه هو بيحس أنه أنت الوسيط الحقيقي لما صرت وزير هاي الأشياء اللي طولة بثمنك طول الوقت كانت الحاح عليك أنه جورج قلت حكي لنا بلبنان ألاف المشاكل مصر معي واد اشتركوا لي مجال كان في رؤية قاله دخلت الأصر من اليوم العصر من الصبح للعصر ما مصر لي بعد شهرين بس كان في رؤية حاطف أفكار طبعا جايي أشتغل أنا مش جايي للوجهة يعني في كتير ناس من أصدقائي المحبين مثل أفضلك قاله شو بدك بها الشغلة انت ناقصك مش بدك وجهة يا خي مش جايي على الوجهة جايي أقدر إذا في عندي إمكانات معينة أقدر سخرها في مصلحة وطني في مصلحة الناس طبعا لو بقيت كنت راح بحكي يا خي لما عدنا نعمل بيان الوزاري هاي بحكيها وصلت مكررها كذا مرة طب أول شغلة طرحتها أنه يا جماعة نحن جايين حكومة إنقاذ قبل كل شي لازم نتعهد للمواطنين اللبنانيين وغير اللبنانيين اللي عندهم فلوس في البنوك اللبنانية أنه سنعيد لكم كل فلوسكم بس ما ما بيقدروا يتعهدوا طرحت شغلة تانية بدنا نتعهد في تعهد انت كجايي كوزير وكحكومة إنقاذ لازم نتعهد أمام الناس أمام جميع المواطنين إنه بنرجع لهم الكهرباء بدنا نحللهم أثبت المحروقات لأنه كان في أثبت محروقات لما صلنا كانوا الناس يوقفوا بالطوابير ما فيه ما فيه محروقات ما فيه سولر ما فيه بنزين ما فيه شيء وانقطاع كهرباء ما فيه كهرباء بقى كل هدي لازم نتعهد فيها واحد اثنين ثلاث اربعة كلها تعهد ما صار شيء طبعا يمكن شوف وأنا بقول إخواني لو لم أستقل بذلك السبب اللي أثروا وقتا نعم كنت يمكن استقلت لأسباب تاني لأنه إذا مش قادر أعمل شيء وما أكثر الأسباب لا إذا مش قادر أعمل شيء شو بدي أعطي شاهد زور بدي أترك يعني عم ضيع وقت الناس وعم ضيع وقتي ليه بدي يضل إذا كنت وزير معطل ما عندي شيء أعمل ومش قادر أعمل شيء هل هل سعيت هل رشحت بناء على حدا أوصبك هل مباشرة الأستاذ نجيب ميقاتي مبأ فكر بجورش قرداحكا اليوم مطلوب أنه يكون وزير الإعلام شكل شكل اختيارك كيف كان شوف دكتور هانيني بلبنان مختلفة عن كل الدول بلبنان في موازين قوى طبعا في أحزاب في حصص في محاصصة طبعا في محاصصة بالحكومات أنا ولا كانت واردي عندي أنا كنت في دبي رحنا سجلنا حلقة لمن سيربح المليون بالعيد الثلاثين لمن سيربح للأم بي سي للأم بي سي حلقة رائعة كانت وكان معنا فنانين كبار وسجلناها وخلصنا منها وكان على حلقتين عملوها وكان فيه هيك يعني كيف بدي قللك مش وعود ولكن كان فيه تمني أنه نرجع عن عيد من سيربح المليون على الأم بي سي وإز بيجيني تليفون من صديق اللي هو الأستاذ سليمان فرنجي بيقال لي عرضوا علينا وزارة الإعلام منحصته وهو صديقي فعلا صديقي من زمان رجل بحترمه وبحبه هو فارس هو فارس اللي بيعرفه واللي ما بيعرفه هو رجل مميز يعني بين كلها السياسي تقن السياسي في لبنان بقى معارضين علينا وزارة الإعلام ما عندي أفضل منك تكون أنت وزير الإعلام قلت له يا سيدي البركي بكل الموجودين حواليك بس أنا عندي ارتباطات وعندي التزامات يعني في عندي عقود بدي قال هلأ تركها العقود أجلها شوي تعال نشوف كيف بدنا نخدم لبنان كيف بدنا ننقذ الوضع هلأ هو كان يقول أنه مثلا بيعتبر أنه علاقاتي مع إخواني في الخليج علاقات جيدة بقدر ساعده وأنا جيت لهذا السبب هلأ اللي صار بعدين اللي صار بعدين أنه انضربوا لي علاقتي مع الخليج ماشي الحال بقى كان الاقتراح منه وفعلا جيت بس لما جي إلى هذه الوزارة لم يعجب كثير من الناس طبعا بقى في ناس كثير على وصولي إلى المطار كان في صحفيين مبسوطين أنه أنا صرت وزير إعلام ناطريني على المطار بدون ياخدوا مني حديث قلت لهم بعد إذا بتريدوا ما رح أعطي حديث هلأ لأني بعد ما قابلت لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة بس بس قابلهم بصير وزير بحكي بس بترجاكم أنه في كتير ناس عم بيبشروا العالم دائما بيبشروا اللبنانيين بالخراب وبالدمار وبالانهيار وبجوهن الله يرضى عليكم هؤلاء الناس لا تستضيفوهم أنا عم بحكي قلت لهم أنا أنتمي إليكم يعني أنا أنتمي إلى هذه العائلة الإعلامية رجاء هؤلاء الناس تبقى تستضيفوهم بدنا نحطي أمل للبنانيين جايين حكومة إنقاس تاني يوم طلع لك جزء من الإعلام جورج قرداحي آتن ليقمع الإعلام وبدوا يطلب مننا نستضيف فلان ما نستضيف كانوا جاهزين لك وجاهزين يخيروه شوي يعني اتفجأت عن جد اتفجأت الناس محضرين حاله هم اعتبروا قدومك يعني سميت بالضبط هيدا هيدا اللي صار جورج قرداحي يتبنى مغامرة غير محسوبة عندما ينتقل من الإعلام اللي هو كان مدى نجاحه وملعبه إلى السياسة بكل تعقيداتها بكل حساباتها تبتعت أدهيك دكتوراني هني حسبوها غير شيء حسبوها بحساباتهم السياسية هم ينتبون إلى أحزاب انت عارف طبعا يعني الإعلام عندنا الإعلام يعني مخصص طبعا مخصص كل الإعلام وإعلاميين ينتمون إلى هون وهون وهون محطات تليفزيونية تنتمي إلى هذه الجهة طبعا بقى في جهات يمكن أزعجها وجودة لعدة أسباب هلأ ما بدي أحكي فيها لأنه عم متوجه للجمهور الأردنية طبعا وأنا مشتاء للجمهور الأردنية طبعا وأنا ما حكيت نسيت إلك أنه من زمان ما عطيت المقابلات التليفزيونية أنت ظهورك حايت بس أنا حبيت أنه ولأنه أطل إلى جمهوري الحبيب بالأردن اللي بشوفهم بلتقي فيهم بالناس بالشوارع بتشرف أنه هذا الظهور من زمان ما طلقت كل من خلال نيران صديق أنا إلي الشرف أني أطلع معك شكرا بقى يا سيدي هولي عندهم انتماءات طبعا بقى لما نجيت أنا على المسرح السياسي آلوف هذا رجل يعني العالم كلهم بيحبوه العالم العربي بيحبوه عنده امتداد عربي بعدين بلبنان الناس كلها بتحبوه من كل الطواقف يعني هذا الواقع مش عم بتفاصح بحالي بس هذا الواقع كان بس هذا ممكن يشكل ما بعرف مشكل بعدين بالمستقبل بالانتخابات التشريعية بالانتخابات لذلك كان الهجوم متفضلت وقلت معد ومحضر كانوا جاهزين لك بكام الأسلح بكام الأسلح لا بدين بالدرع لا لا بس حضرين حضرين رح نرجع لها الخناجر كلها حطينا تحت الطاول رح نرجع للكبوس تعتبروا كبوس انت ما جرى بالصراحة لما مرأت فيها بالأول لانه تفاجأت تفاجأت بهذا الكم حسيتي معقولي انا بفكر كل الناس بتحبني تفاجأت هذا انت جاي من مكان ما في حروب يعني تدخلت مرة واحدة تفاجأت بهالكم من الحقد و يعني الجيوش الإلكترونية الزباب الإلكتروني إشاعات يمين شمال آه رحيك طبعا أنا معتبر حالي انه انه الناس وام انت كنت بالفساح وتكيف العالم حلود ناس حلوية ناس كذا لا انت جاي من جنة محبة الناس والكل بدو يتصور والكل بحبك والكل بأشاقك مش كما قيل بس السيدات كل الناس بس رح نرجع لهذا الموضوع أنا سميته الكابوس لكن سؤالي لا ما كان كابوس بالأول كان كابوس بس كان يقول لك بعدين لما عبرت بالعكس لأيتها دخلت بالجنة التانية ما زمتت ما عاد كابوس ما عاد كابوس رب ضارة نافعة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يعني الحمد لله أنا أقول دائما شكرا للي عملوا حملي علي شكرا لهم أنه طلعت من الحكومة لأنه حرام الحكومة أنا يعني بشفق على زملائي البعضهم في الحكومة اللي مسكين مش قادرين يعملوا شيء حكومة معطلة من كل الجهات يعني لا عنده أمكانات مادية لا عنده موازنات لا أدري الوضع صعب أنا كنت تحكي لصديقنا زياد مكاري يعني صديق حبيبي صديقي وعزيز ومسكين عم بيقوم أدمى فيه أدمى فيه الوضع صعب الإعلامي إمكانات ولا حظ اتنين اتنين طبعا إنت أي من أي لاتنين إذا بتاخد أنا صرت أيله كذا مرة إذا بتاخد أنت مسيرتي بالإعلام مش بالإعلام مسيرتي بما يتعلق بمن سيربح المليون بالحظ بالحظ يعني أنا مرأة جنبي الأمور وكان ممكن ما تزبط وبعدين آخر شيء زبطت وما حدا كان متوقع أنه يصير فيه هذا النجاح اضطروا لإلغاء عقد شخص كان مفروض أنه متعاقدين معه هو فنان كانوا تعاقدوا مع فنان كبير طبعا بس للأسف أنه الشركة السيلدور اللي هي المالكة لحقوق المنتجي هو نعم المنتجي البرنامج قالت يا عمي هذا الرجل ممتاز كممثل وكذا بس لا ينسجم مع ستايل تبعنا مع أسلوبنا نحن مع الشخصيات اللي عم بتقدم هالبرنامج في العالم لا هذا ما منقبل رجعوا بحثوا عن شخصيات تانية بقى كان الاقتراح أنه أنا أعمل سكرين تاست عملت سكرين تاست وفعلا بعد منها قرر الشيخ وليد بشكل قاطع وصارم أنه جورج إرداحي هو بقدم هون الحظ وقال له لمدير المحطة قال له بتروح تأتزر من الممثل المذكور وفيه بند جزائي قلو تدفعوه بس جورج بقدم البرنامج هذي كانت حظ كامل مش هيك يعني كانت هوني حظ بعدين صار الإمكانات بس هل أني طيب بس الحظ واحد وما بيكفي أما بحكي اعتبر أنا طلعت بالبرنامج يا سيدي وما بعرف ما في عندك في أسباب فشل مثلا كانت عندي أو عند البرنامج ما كان نجاح البرنامج إجهلت دائما بقول بذكرها يعني سرت كذا مرة أنه أنت بتعرف إعلامي حضرتك أنه تطابقت توافقت الأطاقات عندي البرنامج وعندي أنا ما بدي أقول أنا كنت أحسن للبرنامج ولا بقدر أقول أنه البرنامج كان أحسن مني بس اتنيننا بطاقاتنا قدرنا نقدم هالعمل بشكل ناجح للجمهور العربي اللي اللي تلقى وتلقفوا بكثير من المحبة ومن الإعجاب يعني لما نتوقف لحظات مع تقرير سريع سؤالي اللي بدخلني لهذا التقرير في موضوع في موضوع منسر بحمل اليون تحديدا جورج قرداحي اللي جاي من راديا الشارق جاي من مونتي كارلو جاي من MBC FM مرة واحدة في حض منسر بحمل اليون بكل ما يحمل من شو غير فيك صنع شخص جديد هل صقل قناعات جديدة شو عمل فيك منسر بحمل اليون هلأ بتنرجع للخلفية شوية أنا كان عندي شوية خبرة بالتليفزيون لأنه بتتذكر قبل ما روح على مونتي كارلو قدمت الأخبار في تليفزيون لبنان نعم السبعينات تليفزيون لبنان الرسمي الرسمي يعني عندي شوية تعامل أو معرفة بالكاميرا نعم بس كنت خاف كتير قدم الكاميرا لما كنت قدم نشرة الأخبار كنت أرجف لليوم أنا بخاف إذا ما خفت معناته أنت فاشل لأنه الإعلامي أنا كل حلقة بقلهم قبل ما أطلع بكل حلقة من سير بحمل ممكن قدمنا 300 حلقة أو 400 حلقة مش بتذكر أكتر فوق الخمسمائة حلقة من سير بحمل مش مع الأم بي سير جاءنا عمل لي مع غير محطات بس كل حلقة لازم يدق قلبك قبل قبل ما تطلع المسرح لما تطلع الموسيقى يبلش القلب يدق طب تعرف بقى يا سيدي في خلفية في معرفة شوي بالكاميرا هلأ لما كان شي عادي وكنت بالإذاعات بعدين شي عادي مش غير معروف طب يعرفوا صوتي يمكن من خلال إذاعة مونتي كارلو وبعدين من خلال إذاعة الشرق بس وجها ما حدوا يعرفوني لما أطلعت بمن سير بحمل يون اختلفت لسه أطلعت على الأم بي سي وفعلا أنا دايما بقولها أنه الأم بي سي عطتني عطتني مساحة كبيرة مساحة انتشار واسعة بالعالم العربي لأنه كانت هي المحطة الأولى في العالم العربي ودايما بقولها أنه لو أطلع يمكن على محطة غير الأم بي سي ما كنت لقيت هذا النجاح لأنه ما كنت بقدر أوصل إلى كل العالم العربي أم بي سي كانت فائدة وما كان فيه سوشيال ميديا بوقتها طبعا لأنه كانوا الناس يشوفونا على التليفزيون ينظروا الحلقة التانية أو ينظروا لإعادة حتى طبعا الحلقة طبعا غير لي كبير إشياء اكتشفت النجومية اكتشفت الجماهيرية يعني اكتشفت أكتر محبة الناس محبة الناس هلأ فيه نجوم كتير بالمغنى بالتمثيل كذا بيعرفوهم الناس بس ما بتلاقي أنه فيه محبة طبعا ما حكيت لك هو مش أعجاب هو أكتر يعني كنت أشوفه بالقاهرة أكتر مرة يعني وبتشوف هالمحبة بتنتقل من الآباء والأمهات إلى الأبناء بتشوف أولاد بيجوا بيسلموا علي هيك وبصيروا بصوري تيابي طبعا يعني بقى فيه فيه هايدي غيرتلي غيرتلي كل مجرى حياتي إذا عم تسألني يعني ومكررها صوري عم برجع نكرر نفس الشي بس أنه طبعا هايدي فتحتلي مجالات ما كنت أنا بحلم فيها وما كنت بتوقعها وما كنت حتى بعرفها طبعا ما كنت بالأول لما إجت الشهرة بهالشكل كنت غشيب ما أعرف شو طبعا نتوقف مع الصحيح أردنا رغم أنه جورج قرداحي مش محتاجين نحكي عنه يعني محتاجين حتى لما ننزل على الشارع الأردني ونسأل عن جورج قرداحي أنا شخصيا اتفاجأت من التفاصيل لكن جورج قرداحي اليوم إذا افترضنا أنه المشهد اللي نحكي عنه بين الإعلام والسياسة يعني هل هو خروج هل هو دخول لعالم آخر هل هو هجرة من مكان إلى مكان لكن الصحيح جورج قرداحي ما زال الكثير أنه أمامه اللي يعمله بعيدا عن ما ينسر مليون وقريبا من حب الناس اللي شكل شخصيته في هذه الحكاية لا يمكن لمن تنقل بين مايكروفون الإذاعة وكاميرا التلفزيون لسنوات إلا أن يكون خبيرا في معرفة الناس رغباتهم وأمالهم في وجعهم وعند نشوة فرحهم لم نعرف الإسم إلا حين سألنا هو بحضور طاغ على شاشة MBC فأجبنا بتردد لطالما بدده بابتسامة بقلق نسفه بتحذف إجابتين والتي ستعين بصديق من هو الصديق؟ أين هم الأصدقاء يا جورج؟ وقد ملكت قلوب الملايين في ظاهرة أطربت العرب ربع قرن من سيربح المليون؟ كان باب الحظ والنجومية لكنه لم يكن آخر الأبواب انتقل صاحبنا لزاوية أخرى في قلب العرب إلى البطيل الأيمن حين تختلط مشاعر الكره والسماع فتقتلنا ونحن أحياء قبل أن يطل هو نحن هل برنامج اسمه المسامح كريم؟ هل فعلا المسامح كريم؟ تشابك الحياة والمصالح والعلاقات تشد بالاتجاه الآخر ثم ماذا عن المقعد الذي هاجرت إليه؟ تاركاً قلوب العرب التي تعلقت بحكاياتك لتبلش في لعبة أخرى هي الأصعب والأخطر الوزير الإعلام اللبناني الجديد جورج قرداحي أسئلة لن تمنحك المليون لكنها الرحلة ذاتها ففي الرحلة كل القصة جواب بهاي أهلا بكم وأنا عود إلى هذا الحوار مع أستاذ جورج قرداحي طبعاً فيه تفاصيل بمنسر بحان اليون كان فيه هكسيمة معينة اللي هو حسب مقييس الاسم العالمي هو أنس تو بي أماليونير نعم ما الذي أضافه جورج قرداحي؟ مثلاً جواب نهائي كانت من شخصيتك بعض التفاصيل هل أنت فرضتها على شكل البرنامج بحيث أنها أصبحت يعني لوجوز سلوغان جواب نهائي استعين بصدية استعين بالزبط استعين بالجمهور كل هالأطار صارت منتشرة فعلاً بالعالم العربي الحقيقة هادي أنت فرضتها من مكان ستايل البرنامج باللغات الأخرى بيستعملوا شي مشابه بس جواب نهائي بس تفرض إيش هاي مش مثلاً اخترناها من دوم نقول مثلاً كلام أخير جواب نهائي مشيت جواب نهائي بتعرف إنه قديش صارت تستخدم كنكتة أو في الأفلام العربية بسألوا بعضهم جواب نهائي جواب نهائي صارت جزء من حياة الناس موضوع ما حدث عندما كنت وزير الإعلام حمل ما حمل من تداخلات وناس كله بصب زيت على النار وبنفخوا بالنار طبعاً نهائي شي كلام تاني كمان اشتزئت يعني؟ لا بس أخذوا هذه العبارة ونفخوا فيها نفخوا فيها كلمة حلوة نفخوا فيها النفخ إجا من جهات معينة نعم سميتها مرة بس هلأ ما بدي أرجع كرة طبعاً بس طبعاً مصدرها كان إقليمي واصل على لبنان نعم يعني في لينك بادئ مع ناس توصل على لبنان بلبنان اللي كانوا مزعجين من وجودي بالوزارة هني نفخوها مضبوط طبعاً وهني محطات تليفزيونية نافذة وعندها مشاهدين وواصلي إلى العالم العربي بقى نفخوا كتير طبعاً حملات متواصلة وهذا شي اللي استغربته بس كان المطبخ واحد طبعاً أشعر بحالي أني أظلم بشي بذنب لم أرتكبه نعم يعني أنا كل شي قلته بالنسبة لحرب اليمن أنه يا حبايبي عم بحكي للجهتين وبمحبة مش عم بحكي أنه ما عم بقول كنت أنه هذه الجهة مخطئة وهديك لا عم بقول أنه سألتني المزيعة وكان فخ بالسؤال أصلاً المقابلة كلها كان فيها أفخاخ أنت سميتها فخ أفخاخ كل السؤال كان فخ لما نسألوني عن فلسطين كان فخ لما نسألوني عن الربيع العربي كان فخ لما نسألوني عن سوريا كان فخ لما نسألوني عن لبنان وكان سؤال أنه هل تتمنى أنه يصير فيه انقلاب عسكري تقول لي يا ريت بصير يعني عم بحكيها أنه يا ريت يجو انقلاب عسكري يجي تجي قوة ترجع لهالعالم حقوقها لأنه مين بده رجع حقوقها يعني فيه أشياء سألوني عن التطبيع بالخليج كان فيها فخ كان فيها فخ معروفة أنا ما كنت عارف هني لما دعيوني إلى هذه المقابلة قالوا لي هيدا بررمان الشباب العربي وطلاب جامعيين رحت فجأت أنه فعلا محضرة بشكل محنك كل سؤال هلأ تجاوزت الامتحان بنجاحات تقول يعني كنت مر بين النقاط وجوابت كما يجب بحرب اليمن قصة اليمن وما كان فيها شي مش أول مرة مش أول مرة دكتور أنا بقولها أنا أي لك بكذا مقابلة أنه هاي دي الحرب عباسية يجب أن تتوقف يا جماعة بين الإخوة هاي دي حرب بين الإخوة يعني ليه يعني بتربطنا العروبي بربطنا الدين أنت عن موضوع نربطنا أنت كنت بحكي عن الام بي سي قدش فردت لك هذا مدخل فردت لك يعني مساحة لدى الناس هذا بخليني أحكي بكل يعني بكل ثقة عن علاقة الخاصة جدا مع المملكة العربية السعودية علاقة أسرية وعائلية وأصدقائك مر تعرف بحرب بحرب بأدوان تموز على لبنان طبعا بالألفين وستة الجنوب طبعا طبعا أنا وقفت مع المقاومة لما كان في هذا القصف العنيف على لبنان وعلى جنوب لبنان وعلى أهلنا في جنوب لبنان وعلى المقاومة طيب ما كنا نشوف الضحايا نبكي نحن ويعنيها على التليفزيون نعم بقى أنا أخذت موقف أنه هذا موقف هو لبنانيين يا أخي أنا إذا لبناني ما برضى قوة غريبة عم تقتلي أهل بلدي ما برضى ما برضى مين ما كنت وشو مكان انتمائي وشو مكانت أفكاري ما إلي حق كمواطن بقى وقفت مع الله هذا في قضايا بوقف مع الحق فيها لأنه بعتبر أنه في عندي مسؤولية تجاه الناس اللي بيحبوني بالشارع العربي بكل الدول العربية في ناس بيحترموا رأيي بيحبوني وبدوا نسمعوا مني الرأي السليم اللي بيقف مع الحق الناس بالنتيجة مع الحق كنا بنحكي أنا إياك عن موضوع العلاقة مع السعودية تحديدا طبعا إخواننا وشيقنا أنا شخصي ودافع أنه درت أحكي لأنه فيه تسامح بالمواقف نعم ولليوم بتشوف أنه العلاقة من الإخوان في السعودية عمليا أنت فاتح صدرك يعني بعرف موقفك بعرف محبتك موقفي إليك موقفي من السعودية ما تغير نعم أنا يعني أنتمي عاطفيا إلى السعودية ما هلني بيعتبروني بيقولوا جورج جرداعي حقنا حقنا جورج جرداعي حقنا لأنه من سيربح المليون MBC مشروع كلها وكلنا أي يعني بيعتبروا أنه أنا نتاج MBC السعودية بقى أنا ما تغيرت الحقيقة ما تغيرت وبعدني بلمس عاطفة الشعب السعودي لما بلتقي فيه هون وينما كان سواء في مصر أو في الأردن هون بلاقي بيجو بوصولني بقولوا أنت اللي صار معك يعني مستغربين نحنا ليه صار معك هاي لأنه مش صادرة من السعودية هاي دي جاي من لبنان الحملة علي طالعة من لبنان مش طالعة علي من السعودية أنا هيك بيعتبر ودايما يعني فيه محبي وفيه ود وما بدي بيين أنه أنه عم بحاول استرضي بس مني بحاجة استرضي لأنه عاطفتي ما بتتغير ولن تتغير وعلاقاتي مع الناس اللي بحبهم في السعودية بعدها علاقات محبي وموجودة وعندي تقديري كبير الشيء عم بيصير بالسعودية أعبرت عنه قبل كذا مرة حتى في مرة من المرات قلت يا ريتي بيجي الأمير محمد بن سلمان على لبنان يحط لنا كل هال هالفاسدين فيه أوتلات عندنا مثل الفينيسيا ومتلاقي بيحطهم لحتى يرجعوا مصريات العالم بس شو بدك تعمل الحملة كانت قوية وظالية ومبرمجة وهذا هذا السوشال ميديا السوشال ميديا كارثي كارثي طبعا انت بتعرفها كداش عندك سياسيين بالأردن ووزير الإعلام صديقنا صقر صقر جدين كداش عن من يعني السوشال ميديا مش معقول السوشال ميديا اليوم مستخدم ضدك بشكل كبير زي مستخدم ضد ناس بس انت ببقى شوي الإقاء يعني صار المنسوب أكبر نجاحك مقرق الناس سواء كإعلامي انفرد في هاي الجماهرية العربية ليه ليه بدو يقرق الناس ما بعرف طب ليش الهجوم بالمقر ليه بدو يقرق الناس ليش الهجوم من زملاء إليك مش هلا في ناس يمكن قليل منهم بجوز بتعرف في حسد بالمهنين كل المهن فيها حسد طبعا ليش المطربين ما فيه حسد من مطرب لمطرب الموسلين نجاح النجاح دايما بيولد حسدين نعم بس انه أنا بستغرب خيشو أاخد أنا من درب الناس شو أاخد من درب الإعلاميين زملائي بالعكس أنا فتحت لهم طريق فتحت لهم طريق بيّنت لهم أنه الإعلامي الناجح بيقدر يوصل إلى إلى أعلى المناصب أولا بيقدر يوصل إلى أعلى الأماكن وأبعد الأماكن تكون صاحب أعلى دخل لمديع عربي عندما كنت لا أفاخر بذلك بس كان لا بقصد هذه بتشكل سبب آخر ممكن بس ليه يعني إذا الـ MBC عندها إمكانات وصار في برنامج ناجح وعم بيدر ما تقول إلى الـ MBC ليه ما بدي أكون أنا دخلي كبير بس هل كان أكبر هلأ فيه مزيعين بيسألون أوه بيقولوا نحن كان دخلنا كذا وذلك كيف سيدي ما نش عام نحكي بالمدنين ما هو هذا كان برضه مدخل لهجوم من نوع آخر بتاعف أنت يعني مثلا مرة في فترة من فترات اللي قيل عن موضوع أعلى أجر وبدأت شعبيتك وإيام الـ MBC 2004 مرة عم بمزح مرة استضافتني زمينتنا كارلا حداد بحييها كارلا استضافتني ببرنامج وبرنامج لطيف وبرنامج هي مهضومة كارلا وبتحب هيك تخلي الضيف عندها هيكون مهضوم وتطلع منه إشي مهضومة مرة بتقلي قديش كم تبلغ سروا جورج إرداحي قلت له وش مليونين 300 مليون دولار بعدين قالت لي ولاه قلت له شو ولاه من وين بدي أشيبه أنا إعلامي شو من وين بدي أشيب شو أنا مقاول ولا شو قال مدخولي اللي طلعته بتعبي بس يعني كده عم بمزح لك شو صار أخذوا هادي الفترة قلت له 200-300 مليون دولار كم تبلغ سروا أخذوها كخبر أخذوا هادي لا إله تركوا إلا الله هاي لسه سهلة كانت في تلك الفترة قيل إنك أسلمت إن غيرت دينك صاروا آيلينا كذا مرة أه بس بذيك الفترة أولها بحكوا إن غيرت دينك صرت مسلم سني نعم وبقي الجدل في موضوع لا مسلم سني وبعدين مرة حطوه تشيع تشيع كمان إيش قصة لا لا أقيل لك أنا أنا الحمد لله يعني بقول إنه أثناء وجودي في باريس وعملي في مونتي كارلو كان عندي احتكاك مع زملاء كبار كانوا كلهم خرجين السوربون خرجين الجامعات الفرنسية وكانوا زملائي عم بيشتغلوا معي بإذاعة كنا نقعد اللي من ليبيا اللي من السعودية اللي من سوريا اللي من فلسطين اللي من الأردن زملاء مسلمين يعني نحن كنا المسيحيين إلال بس أنا جاي من بيئة مسيحية ورحت على باريس ووجدت مع هالشباب المسلمين الناضجين المثقفين اللي متخرجين من أكبر جامعات فرنسا كنا نقعد بساعات الفراغ بعدين أصدقاء نتقاب نحكي نحكي بالدين الإسلامية بالتاريخ الإسلامي نعم تفتحت أنا وصار عندي حشرية إني أقرأ القرآن حفظت قرآن أحفظت في آيات في آيات في آيات يا خي ما بدنا نحكي هلأ مش ببدي أعمل بس في آيات جميلة جدا تقتصر لك الحياة هي أمثلة في الحياة يعني كل إنسان من أي دين كان إذا حفظها بتلقص له بتلقص له مجلدات من الثقافي من الفكر من الأخلاق بقى طبعا في آيات حلوية حفظتها كم سهلة دايما بقول إنه سهل إنك تحفظ الآيات من القرآن أسهل من قصيدي لأنه هلأدي الكلمة جاي محلة ومركزة بشكل إنه آيات طبعا كنت أقعد قرأ القرآن لوحدي عندي بيت كان في خارج باريس لما نروح بالإجازة أقعد زوجتي تشوفني بقى هالحشرية هايدي خلتني أطلع على دياني الإسلامية من دون حاجة لا شيخ ولا مفتي ولا حدا صدت لوحدي أنا أكتشف طالع أقرأ وفوت بزواريب معينة كونت فكرة وليت أنه في تقارب كبير بين المسيحية والإسلام يعني أنا أقول دائما أنه الإسلام يعني نشأ في بيئة مسيحية يعني إذا بناخد التاريخ المزبوط وهيدي قناعاتي بس مش معناته أنه غيرت ديني لأنه حفظت آيات قرآنية أو لأنه صار عندي إعجاب بالنبي وبال بالخلفاء وبالصحابي وبالتاريخ الإسلامي وبقى صار تعرف فيه دفعت من هل ما دفعت بس أنه فيه ناس طلعوا لك إشاعة ما هي الدفعة أسلم جورج إرداحي ما هي الدفعة لأنه حتى أنت فيه من سربح المليون كنت تستخدم يعني كنت تستخدم بعض الآيات القرآنية بكل وضوح فيحكي لك أيش المسيح يادى لجيب مواطن إلا هذا طبعا 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 لأنه دخلت إلى بيوتهم دخلت إلى جلساتهم دخلت إلى قلوبهم عم بحكي ماني عم فرق بين مسيحي وبصهم عم بحكي كإنسان عربي عم بيقدم برنامج إلى عرب مسلمين ومسيحيين نعم جورج قرداحي في الشارع الأردني وهو ابن يعني من الناس اللي كنت بحكي إنه فيه مش علاقة إعجاب من الزي أي مديع عادة نتصور معك وكيفك أستاذ الكلام اللي إله علاقة بإنه بيشوفوك الشاشة فبيحبوا أن يسلموا عليك مازلنا بموضوع الشهرة بالعالم العربي موضوع يعني مطروح بشكل كبير لكن بالنسبة لجورج قرداحي وأنا هذا شفته بالقاهرة شفته بالكويت وشفته بعمال الناس في حالة عشق مش مش إعجاب لكن بسأل الناس في الأردن أو بالشارع الأردني سألوا فريقنا شو أكثر إيش بتتذكروا في جورج قرداحي شغلة إلى علاقة في من سيربح المليون في التعبيرات في البادي لانجوج اللي كان طريحها دائما هيك بجمال جورج أم في المسامح كريم وقضايا أخرى عديدا شو بتتذكر من جورج قرداحي بتتذكر الإعلام اللبناني جورج قرداحي؟ بتذكر منيح شو بتعرفاتك؟ يعني صار وزير إعلام والله بعرف أنه يعني إعلامي شاطر ويعني بقدر يكون قيادة حتى وكان إعلامي ويعني كان بيقدم برامج مسابقات وبعدين صار برامج اجتماعية وكان صار وزير إعلام والله بعرف عنه أنه الزلمي مثقف ويعني وزلمي متمكن من البرامج اللي بقدمها بشكل يعني كبير جدا وبرضو كمان إلو باع طويل في هذا البرنامج وأردين صار يعمل التسامح يعني هذا برنامج التسامح اللي صار يجيبه يعني فعلا يعني يوصل الحياة الاجتماعية اللي كانت مقطوعة بين الأسر بعرف أنه إعلام مشهور كبير وبيعمل مسابقات وإلوه أشياء مهمة يعني كان هو إعلام كبير في قناة الام بي سي ووصل وزير في لبنان أهلا بكم أستاذ جورج أنت شغلت في القطاع العام في الإعلام الرسمي في تيفي لوبون أو التلفزيون اللبناني بدأت في تلفزيون اللبناني بدأت فيه وهذا هو المدخل وعملت فيه واحدة من أكبر تلفزيونات القطاع الخاص في العالم العربي للأم بي سي وقنوات أخرى طبعا كيف بتشوف ليش الإعلام الرسمي ما زال اليوم يعني هيك بعرج مش بلا بانطلاقة من حيث الحرية ومن حيث حرية التعبير بقصد ولا من حيث الانتشار في لبنان وفي غير لبنان أنت بتشوف مثلا التلفزيونات الحكومية في العالم العربي كلها أقل حظا من القنوات الخاصة حتى بكل العالم مش بس بالعالم العربي حتى كنت عايش أنا بفرنسا كان الإعلام الرسمي الفرنسي معلب معروف يعني هذا ينقل الأفكار الحكومة ينقل الوجهات النظر الرسمية في محازير كتير بكل العالم في العالم العربي تعرف الإعلام هو مرآة المجتمع نعم أي مجتمع الإعلام الخاص قدر يتحرر من هذه التركيبة الجامدة نعم الموجودة في الإعلام الرسمي قدر يطل على المواطن بأساليب تانية ببرامج تانية مختلفة فيها ما بدي أقول حرية كام نعم بس فيها شوية حرية أكتر من التزمت الموجود في الإعلام الرسمي لذلك بتلاقي أنه الإعلام الخاص انتشر أكتر من الإعلام الرسمي الإعلام الرسمي ما أدري نافس أنا لما جيت وزير إعلام هذا هو السؤال ليس هذا لما جيت أنا وزير إعلام كنت مسؤول عن تليفزيون لبنان لحتى أقدر إجعل من هذا البرنامج ببرامجه المتطورة بمذعيه بأبياج طبعه بأسلوبه حتى بكل شيء بأخباره أجعله منافساً للتليفزيونات جاب المنافسة كنت عندك استطاع أو قدرة أنك تقنع الحكومة بعدم التدخل ليش تعملوا هيك احكوا هيك لأ ما تحكوش هيك نحن مش هلقدي في تدخل يعني عكل حال في حرية بلبنان يعني الحكومة عندنا مش هلقدي مش متدخل يعني وزير الإعلام لا يتدخل في التليفزيون الرسمي بس بس هو بعده معلب يعني قولب ما عنده حريته هو التليفزيون بدك تعطيه شوية نفس حرية ضمن الإمكانات المتوفرة بس بدك تجيب له إمكانات لأنه التليفزيون صناعة ما عاد مثل أول إنه واحد البرنامج بيكلف صناعة بدك تجيب فلوس بدك تجيب فلوس وبدك تأمن كمان مدخول للتليفزيون بدك تخليه يعمل برامج منافسي تجيب أعلانات لحتى يقدر يستمر كان عندي مشروع متكامل لهذا الموضوع وبعده موجود بدي كنت أجعل من تليفزيون لبنان تليفزيون لبنان كاملا تليفزيون كل الطوائف مش تليفزيون مسؤول مش تليفزيون الرسمي إنه كل وزير الإعلام بيجي على تليفزيون على دولة عربية بكل معظم الدولة عربية أول شغل تفكرها إنه يعمل التليفزيون الحكومي هيك نتذكر كان من الوزير الإعلام اللي أغلق تليفزيون لبنان لفترة أغلقوا تماما أعتقد الوزير سلامة كان وزير الإعلام أغلقوا لمدة ثلاث سنوات أعتقد حتى يعاد تجديد تليفزيون لبنان لا ما لم يغلق أغلقوا غير تليفزيون أغلقوا الام تي في لا مش الام تي في لا 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 التليفزيون لبنان كانوا بيغلق كانوا بيحاولوا يعيدوا يعني يعملوا ترتيب لإعادة توظيف أنا بأقصد إنه هذا مشروع أي وزير يبقى الموضوع إنه لا ما عنده قدرة أنا ما تهموني زورا إنه أنا جاي أقمع الإعلام أنا كنت جاي حرر الإعلام الرسمي كنت جاي أعطيه مساحات أكتر وخليه يصير منافس ويكون لكل اللبنانيين نعم مش لفئة معينة مش لحزب معين هذي كانت نيتي الحقيقي وهذا كان يعني أنا إذا بدي أتميز بيشي بالإعلام لازم هالتليفزيون أن يصبح تليفزيونيا عصريا حضاريا يعني موجه لكل الفئات اللبنانية المسامح كريم واحدة من أكتر الأشياء ومش أكتر أشياء واحدة من أشياء اللي استخدمت ضدك وإنه في فبريكيشن أنتو بتفبركوا القصص كانت مرتبطة زي التلفزيون الواقع ملاحظات بسيطة كانت أحيانا يقولوا لأنه بتعرف كان في برنامج بالغرب جيري سبرينجر ها طبعا هيدا كانت أخبار برنامجه كان مركب يعني يجيبوا ناس ممثلين يمثلهم يخبطوا بعضهم يدربوا بعضهم لا المسامح كريم لا غبارة عليه مش أنا عم بحكي يعني كل فريق الإعداد المحطة اللي أنت جته المحطة اللي بثته كلهم بيعرفوا أنه لا غبار ما فيه دائما الضيف الآخر ما بيعرف لشو جاي ما بيعرف مين دعيه ولا ممكن يعني كله يسير بشكل سري وما بينعرف شي ما بينعرف شي الضيف يكون نازل بفندق الضيف الثاني نازل بفندق آخر وجاي أنت ضيف جاي على برنامج جوج أداحي فيه ناس كتير كانوا يفكروا أنه جايين فيه مسابقات وفيه مصاري رح يربحوه لما لما إله أنت يدخل إله أنت في برنامج وفيه حدا غيري دعيك هو مين؟ إله أنا فلان بس اللي ها أنا مفكر جاي على من سير بح المليون هذا من الأول طبعا بقى لذلك آآ لكن طرح تتتتتطيع التهمات هادي دائما فيه بسيطة بسيطة كانت لم تزكر واحدة من الحلقات لم نت مشكلة مع المغرب أعتقد كان في مشكلة بسبب إحدى الحلقات آه مش مشكلة صارت ملاحظة كان فيه شي عم نحكي عن الإدمان ما إدمان وأنه عن السحرة والمشعوذين وكذا أنا طلعت مني الكلمة قلت أنا عم قل له للضيف هو مغربي قلت له أنتوا في المغرب يعني بتآمنوا بالقصة الشعوذي عم قولها ببراءة مش عم سب أهل المغرب طبعا صار في علي حملة من الإعلام المغربي فورا رديت قلت له أنا مش أصدي أبدا أنا بعتذر إذا كان أسيق فهمي بس أنا عم بوجهه له الكلام لأنه كان المشكلة فيها من الشعوذي يعني كان مشكلة رشاله مرته والست كانت قتلت زوجها لأنه راحت لعند المشعوذ صارت تجيب له عشاب تحط له إياها في الشاي كان مات الرجل يعني بعد شهرين ثلاثة من الزواج كان وزنه 80 كيلو صار وزنه 50 كيلو عم بيضي عم بيصير هزيل بعدين لما عارف اكتشف الموضوع أنه عم بتجيب من عند المشعوذ هوني قلت أنا هيك عابرة ندمت عليها بلا بس لما اعتذرت طبعا بالمغرب قالوا لا يعني معك جوش الراحي هذا معناه أنه الإعلام اليوم مع المتصيدين اللابدين اللي بيستنوا المنتظرين لازم يعمل حساب كل جملة وكل كلمة ما يكون على سجيده طبيعي وحفوي صحي صحي لأنه بيأخذوا لك كلمتين مقطع لا إله بيتركوا إلا الله بيحطوا لك على السوشال ميديا ولا تقربوا بنسى الصلاة لا تقربوا الصلاة بيصيروا يعيدوا لك إياها ويتاجروا فيها ويلا ماشي علاقتك مع الأردن علاقة خاصة جدا بدينا الحديث فيها لكن علاقتك بسوريا أنت علاقتك مع الرئيس سيادة الرئيس بشار الأسد علاقة خاصة جدا هذا مشهور صداقتك والله لك أنا علاقتي بشرفي علاقتي مع الشعب السوري أنا سوريا بعرفها كل يعني كل الشبر فيها بارمها كلها بعدة مناسبات وليعدة أسباب يعني رايح على كل المحافظات أنا في علاقة خاصة مع الشعب السوري مثل ما عندي علاقة خاصة مع الشعب الأردنين مش إنه أنا والله عم بجل مثل ما هيدا المقابلة اللي عملوها معي شو عملوه قالوا لي أنت واقف مع الأنظمة واقف مع النظام السعودي ما هي المقابلة زيتا ما سمعوها أنت واقف مع بتدافع عن الأمير محمد بن سلمان أنت بتدافع عن رئيس بشار الأسد أنت بتدافع عن رئيس السيسي كان فيه معارضين مصريين نعم ما بدي خبرك شو عملو شو عملو يا جماعة في واحدة كانت عم تقول مصرية تحكي إنه إيش عم بيعمل وإيش كذا قلت له يا أختي دهاش قليك ما رحتي عمصر قالت لي سبع سنين قلت له سبع سنين وعم تنتقدي هلأ الرئيس السيسي روح يشوفي شو عامل روح يشوفي المشاريع اللي عملها بمصر بخلال 3-4 سنين نعم يعني اتهموني أنه أنا قال بيوقف مع الأنظمة أنه أنا الإعلامي الليكس الإعلامي الفخم اللي بيوقف مع الأنظمة مش واقف مع الشعوب كعمل أنا واقف مع الشعوب مش مع الأنظمة أنا بيهمني الشعب السوري وقت قلت لما صارت الأحداث بسوريا قلت أنا أخاف على سوريا لأنه أولا أخاف على أهلي في سوريا هو دي أهلنا ما نحن بلاد واحد بلاد الشام يا جماعة طبعا طبعا بدنا ننكر هالشي تركولي سايس بيكو عاجنا أنا أخاف على سوريا لأنه أخاف على لبنان لأنه إذا كان سقطت سوريا الدور جاي على لبنان ولبنان كان فيه توطر شديد بين السنة والشيعة في لبنان نعم بالـ 2011 أخاف على سوريا لأني أخاف على الأردن ونحن في بلاد الشام إذا اشتعلت النيران في بلد ستنتقل إلى البلد الآخر وإذا سقط الأردن وصلت النيران إلى الخليج هذه أنا قلت بالـ 2011 بمقابلي بقى هذا كان شعوري هلأ تربطني علاقة هلأ فيه تقديم من الرئيس الأسد مرقفي أنا كان واقف مع سوريا لأنه ما بدي تخرب سوريا يا خيلي طبعا سوريا عزيزة علينا جميع إنه شو بتكن كنتوا وقتا يعني إنه اللي عم بيعارضوا فليسقط النظام طيب إذا سقط الرئيس الأسد مين البديل شفنا البدائل ما جاءت البدائل طبعا ما شفنا بعد الربيع العربي الداعش والنصرة وكل هالمنظمات اللي إجت على سوريا وجاي بدأت تغير النظام بسوريا هاي دي كانت البدائل اللي وصلت على لبنان وطلعت على جهود عرسال طيب مين دت مين مين خلصت منهم بجهود عرسال مش المقاومة لما هي هاي العلاقة مع الرئيس أنا من نسبة إلي يعني كإعلامي مش محتاج أبرر علاقتي مع أي شخص في الدنيا طبعا أني أنا أتوجل الجمهور بالعكس 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 أنا إلي الشرف أني أعرفه لهذا الرئيس وبعرف مواقفه وبعرف مشاعره مشاعره تجاه كل العرب يعني بيحكي لي بأشياء مثلا ما بحياته جاء بسيرة الأردن ما بحياته حكي كلمي عن الملك عبد الله ولا عن حدا بالعكس كان يعرف وقال لي أنا أتفهم الضغوط اللي عم يتعرض للأردن توقف بعد ذلك أستاذ جورج لحظة مع الفاصل ونعود مباشرة في هذا الحوار مع العلام الكبير جورج قبلاح حياكم أهلا بكم اللي فيما بعد أصبح حزنا غير مفرر لكن كإعلامي قبل ما أسألك العربي العربي كإعلامي بتعرف دائما طلابي بيسألوني دكتور هو المزيع إله رأي نعم لازم يحكي رأيه حلو شو بتقلهم السؤال إليك لا بس إلا شو بتقلهم أنا بأقي إنه في بعض الأحيان يجب يكون لك رأيه لازم مش هيك حتى لو بإماء مش هيك لا في مسؤولية في مسؤولية أخلاقية يعني معقولي المزيع مش وسيط تلميذ أمامك يسألك سؤال أو الجمهور يسألني سؤال وإكسب عليه لا لازم أحكي رأيي بصراحة حتى لو بدي يكلفني وظيفتي أنا هذا رأيي في ناس لا بيقولوا لا يا خي نحن بدنا نشتغل ضمن السياسة التحريرية للقناة ما بدنا نزعل حدا والإعلامي ما لازم يكون إلو رأيي الإعلامي ينقل الصورة إلى المواطن إيه إذا كنت أنا عم مارس مهنتي كإعلامي كموزيع أخبار كمتل حضرتك محاور أوكي ما أعطي رأيي ما لازم أعطي رأيي بس أنا إذا كان سؤلت خارج عملي كنسان إلو وضعه في الإعلام إلو وضعه في المجتمع إذا سؤلت عن رأيي بدكن ياني أن أخفي الشهادة لا بدي أحكيها بدي أقول الحقيقة كما هي مثل ما أنا بشوفها يمكن يكون أنا غلطان بس أنا بيحتحمل مسؤولية كلامي وبقوله عشان هيك حكيت طويلا عن موضوع الربيع العربي وإنه هذا ربيع العربي أنا بيني وبينك أنا رجل جاي من فرنسا يا زلمي عدت 17 سنة بفرنسا نحن الثورة الفرنسية داخلي بعروقنا يعني يعني أنت درسناها من ألفها إلى ياءها من وقت ما بدأت بالقرن السادس عشر تتحضر من خلال هالمفكرين الكبار اللي وصلونا للقرن الثامن عشر بس أنه الثورة ما بتصير هيك فجأة بين يومه الثاني والله البوع عزيزي حرق حاله الله يرحمه بتونس انتشر صار الربيع العربي انتشر بكل الأنحاء العربي ما كنت صدقها أنا كمراقب كان إنسان إعلامي اشتغل بالسياسي الإعلامي أو الإعلام السياسي ما بيقدر صدقها أنه هكذا فجأة نعم وانتشر الربيع العربي في كل أنحاء العالم العربي بدأ من تونس انتقل إلى مصر إلى ليبيا إلى اليمن إلى مش عارف وين إلى سوريا بعدين وصل إلى سوريا بيطلع القراضاوي بعدين على الجزيرة لما بدأت أحداث سوريا قال وأخيرا وصل القطار الله يرحم وتوفى بس قال يعني في شي كان مشهول مش بريء لذلك أنا من أول الناس مع كتير من زملائي اللي بحبهم واللي فعلا متنورين وقاموا وقفوا وقالوا يا خي هذا ربيع مزيف هذا مش ربيع هذا ربيع يمكن يكون لإسرائيل مش للعالم العربي هذا ليس ربيعا عربيا بقى هذا اللي قلته جهرت فيه وشرحت ليش بالنتيجة بعد كم سنة طلع الحمد لله معنا حق يعني كان ممكن أنه الأحداث تنقض اللي عم بقوله بس تبين أنه الأحداث وأثبتت ما قلته الحمد لله لبنان وين رايح سيد جورج الوضع في لبنان دخل نفق مظلم في أمل والله ولكن لبنان صار له فترة داخل بنفق مصدبع حقيقة والظروف لم تساعد أنه حتى حدا هيك يأمل له مخرج لهذا البلد الصغير ولهذا الشعب الطيب لأقوله مخرج لحتى يطلع من النفق صار لنا السنوات عم نعاني نحن من قبل 2006 حتى نعم من بعد تحرير الجنوب بالألفين ونحن لبنان يعاني لبنان يعاني يعاني من حصار غربي ويعاني من عدم اهتمام أشقاء العرب عندهم أسبابهم هلأ بيقولوا هني عندهم أسباب والله في حزب الله والله في مش عارف شو بس يا أخي فيه شعب أربع ملايين خمس ملايين عم بيعانوا عانوا من عدة أسباب من عدة أشياء عانوا من الاحتلال الإسرائيلي عانوا من من ما تبع هذا الاحتلال الإسرائيلي بعدين عانوا من النزوح السوري إلى لبنان في عندك مليونين نازح سوري موجودين على أرض لبنان بدأوا بالألفين وحداش يتركوا أراضيهم يتركوا منازلهم يجوا على لبنان بقى لبنان بنفق منذ فترة مش هلأ يعني مش هلأ لأنه ما عاد فيه رأي جاموري نحن دخلنا في النفق نحن داخلين بالنفق من زمان بعدين غلقت أنه لما بدأت هذه الثورة اللي كمان ما كانت ثورة كانت على شكل الربيع العربي هاي الثورة بالألفين ونساعة عش عملو لك ثورة وقتا أنا قلت وقفت حكيت ضميري قلت أخي يا خي وين هالثورة عطونا شو المبادئ تبعكم عم تصرخوا متل ما عم يصرخوا كانوا في العواصم العربية ليسقط النظام نزلتوا على ساعة البرج عملتوا مظاهرات بس تعطونا أفكاركم قلولنا شو المخطط شو البرنامج ولا حدا عنده برنامج ما كان في إلها رأس هذه الثورة يا خي الثورة تنتخي بمجلس بتقول نحنا في ناس عم نعرض أفكارنا إلى المجتمع اللبناني خلي المجتمع اللبناني يؤيدنا بركي من أيدكم نحنا منزل معكم منزل من تظهر معكم كنا مبسوطين نحنا بالأول بالثورة أنا أول واحد انبسط انه والله جايين نزل هالشعب اللبناني يغير بيّن انه وفي ناس وفي تدخلات خارجية وفي أموال عم تصرف وفي كذا بقى لذلك لذلك إجت الثورة اللي أدت اللي أدت إلى الانهيار الاقتصادي في لبنان هل بقولها بصراحة قبل كان ماشي حاله لبنان عم بسكع عم بيدبر حاله بيتدين من هون إجت هذه الثورة هجمت الناس على البنوك بدأت أصحاب التروس سكرت المساق سكرت البنوك خبطت قيمة الليرة اللبناني العملي اللبناني الدولار كان بألف وخمسة صار يطلع 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 اليوم صار تقريباً مئة ألف نعم طب هي كارسي على اللبنانيين كارسي على الموظفين اللي بالقطاع العام أو الموظفين الشركات البنيات اللي عنده شوية مدخرات اللي بس تعطيك مثل دكتور اللي عم بيقبضوا مرتباتهم بالليرة اللبنانية نعم عرفت كيف مهما عملولهم هلأ طلعت الحكومة هديك اليوم عملولهم مش عارف كم ضعف أربعة أضعاف المرتب بس الدولار طلع عشرين ضعف مئة ضعف مئة ضعف مئة ضعف مئة ضعف الدولار كان ١٥ صار ١٠٠٠٠ يعني اللي معاشوا كان تعطيك مثل بسيط معاشوا كان مليون ونص ليلة لبناني كانوا يعملوا ٩٠٠ دولار اليوم مليون ونص ليلة لبناني ليتش بيعملوا يا جسيدي ما معا literally ١٥ دولار ١٥ دولار نعم أنا كنت ببيروت بس ما حسب الفر بالدولار طبعما لا انه الميت دولار سوري لا بيعملوا بيعملوا مية وخمسين دولار مية وخمسين دولار انا غلط المليون ونص صار يعمل بس ماردوس تيل كارثة خيب الالف وخمسمية الالف دولار صارت مية وخمسين دولار طبعا كيف بدون يعيشوا العالم الاعلامي بنفع يكون سياسي ولا هو اعلامي فقط للناس هذا السؤال بجزء بدأنا في الحديث مع الاستاذ جورج لكن بنشوف الناس فعلا هل بيشوفوا انه من حقهم ان يحتفظوا بهذا الاعلامي لهم ولا انه ممكن يزرق باتجاه السياسة لنسمع اراء زي اللي بيحكيها جورج قرداحي في هذا الاستطلاع رأيك بنفع يكون الاعلامي سياسي ولا الاعلامي فقط للناس اصلا الاعلامي هو اصلا بالأسا سياسي اصلا هو ابو السياسي وهو اللي داخل المجتمعات ويعرف شو اللي تيها الاعلامي لازم يكون سياسي اصلا الاعلام للناس يكون انه افضل لانه الاعلام للناس بيسمع الناس الحقيقة اكل ما فيه يعني بيحكي للناس إذا صار سياسي سلامي سلمك هو الإعلام حالياً مسيس في غالبية الدول العالم سواء في وطننا العربي أو في الدول الأجنبية الإعلام يجب أن يكون مرم في كل حاجة والسياسي رقم واحد عشان يكون ناجح لازم يكون سياسي رقم واحد أكيد لشي سياسي إيش كثير أمي بكون سياسي بكون بفهم أكثر موحد متعلم أحيانا لأنه الدنيا مدرسة لازم يكون سياسي لأن الإعلام مرتبط رتباط كبير مع السياسة ومع كل نواحي الحياة الآن اللي بقوله الإعلام في العالم بصير والحروب إعلامية رغم كل المواقف التي تخذت ومغادرتك للحكومة لسه في تواصل مع سيد ناجيب ميقاتي مع سيد فرنجية هل بتتواصلوا هل بتحكي رأيك مع الوزير الفرنجي الصديق الغالي العزيز اللي هو هلأ مرشح هو أبرز المرشحين إلى الرئاسي دايما في تواصل معه يعني هذا صديق العمر مشانو بعدين فيه تناسب نحنويات ورئيس ميقاتي أليل يعني ما عدا عندي شغل معه ما عدا عندي شغل معه في بعض الوزراء بتتواصل أنا وياهم أصدقاء في بعض الوزراء اللي طالبوني بالاستقالي كانوا زملائي ما كان لهم حق يطالبوني بالاستقالي هؤلهم يطالبوني عشان يخففوا الضغط على الحكومة لا لأنه بيعاز من بعض الجهات لأنه عم يبيضوا وجه كانوا فكروا وأنه عم بيضوا وجه مع السعودية بقى ما كان لهم حق هو دي أنا خلص يعني ماشي الحال ما إلي شغل معه لما حكينا عن علاقتك بالإسلام كنت بشير لموضوع أنت يعني شرحتني إياها بجمال بس خليني لقاطعك بشغل هلأ سألت للسؤال أنه هل يحق للإعلامي أن يصبح سياسي هو هذا الإجابة كانت أرجوك تفضل لا أنا بدي أقول لك طبعا يحق له يحق له أنه شوه سقط حقوقه المدنية للإعلامي بعدين يا سيدي إذا بأمريكا ممثل أصبح رئيس جمهورية أمريكا ريجن شو طلع من أهم الرؤساء في إعلاميين كمان سنوات قاعد وكان ممكن يفوز في إعلاميين بقدر أذكر لك ياهم كذا إعلامي بي لبنان أستاذ غازي العريضي صديقنا وزير إعلام عمل وزيره وعمل وزير أشغال وكان من أنجح وزراء الأشغال له السؤال السؤال للناس هل بتشوف أنه من الإعلامي اللي هو حستك أنا كمشاهد بشوف أنه جورج قرداحي حستي ما بيسير يروح ويروح إلا يظله إعلامي إلي رح ضل حصة الناس يعني بالعكس الإعلامي اللي بيكون من حصة الناس يبقى من حصة الناس إلا إذا كان بده بيع ضميره نحن الحمد لله مش واردي يعني أخلقنا هيك ومنموت أو اللي بنسميهم بالأردن مستوزرين انتم بلبنان بتبتل فيه كتير مستوزرين فيه كتير نعم عمرك ما فكرت بهذا الموضوع ما كنت مفكر أنا أنا كنت مفكر أعمل سياسي مش لاستوزر أعمل سياسي لاقدر أخدم بلدي بأفكاري أنا مع لبنان الموحد قلتلك ياها ببداية المقدمة أنا مع لبنان الموحد أنا مع لبنان كل الطوائف مع صيغة جديدة للبنان لأنه هذه الصيغة أثبتت فشلها ما رح تعيش بقى وأنا بقول لك من هلأ ما رح تعيش حتى لو انتخي برئيس بدنا نوصل لمرحلة نقولي أخي تعو تنقض على طولي لحتى نحكي كلنا سوا ونشوف كيف بدنا نوجد صيغة نوافق كلنا عليها لحتى نبني هذا الوطن بس إذا كان كل طائفي بدأ تشد من جهتها ضمن هذه التشكيلة حتى ما أقولها المزرعة إذا كل طائفي بدأ تشد والدافع عن الفاسدين الفاسدين طالعين من عندها كل طائفي فيها فاسدين وللأسف أنه الرؤساء الروحيين والزعماء السياسيين بدافعوا عن الفاسدين بكل طواقفهم شفتلك شي فاسد قدم للمحاكمة بلبنان دغلي بيقول لك فلان خط أحمر توقف المرجعيات الروحية المرجعيات السياسية لا لا تمسوا بهذا الموظف أو بهذا الوزير خط أحمر لأنه ينتمي إلى الطائفي الفلانية لا لبنان بدأ يكون دولة مدنية نعم بدنا نشتغل أنه نبني وطن ونكون كلنا بالتفقين عليه يعني صورة قاتمة هي مش في شغل بدأ شغل بدأ شغل بدأ وعي بس مش هيك يعني مش ارتجالي القصة بتصير هالمرة هالمرة بدهم يقعدوا ويفكروا ويعني يجترحوا معجزين حتى يعيدوا بناء هذا البلد وإلا لن يبنى هذا البلد لما التقيت بالدكتور أحمد طيب مفتل أزهر هذا الرجل الجميل حكيت اليوم أنا ربحت المليون دائما حكي لي لقائك أنه مصر بكتير بيحبوا ارتباطك بال تعرف سبب اللقاء سبب اللقاء أرجوك لأنه هادي في قصص من قصص المسامح كريم نعم وقت جمعنا عائلتين من الصعيد كانوا إنهم عشر سنين بيقتلوا بعضهم ثأر ثأر الصعيد ثأر رايح منهم اتنين 16 قتيل ما عدا الخراب اللي أصاب القرى اللي تبعهم بيحرقوا بيوت بعضهم بيدربوا بعضهم بيعتدوا على بعضهم على ممتلكات بعضهم بيخطفوا بيعملوا بعد عشر سنين أصارت هالقصة تري الإمام الأكبر اللي بوجهه تحيي من قلبي شاف أو خبروه عنها وشافها بيطلبني مدير مكتبه بيقل لي فضيلة الإمام الأكبر بيحب يشوفها قلت له أنا برحب بذلك بالعكس أنا حاضر مستعد أعطاني الموعد رحت شفته عدنا كانت جلسة من أمتع الجلسات دخلنا بأحاديث طويلة عريضة لأنه فضيلته هو مسؤول عن المصالحات في الصعيد طبعا هو ابن الصعيد هو مسؤول عن المصالحات كان عام اللجنة بده يكون أنا باللجنة لأنه قال لي في بعض الإخوان المسيحيين أحيانا بيكون عندهم مشاكل طبعا بقى أنا بيهمني بسيوت قلت له أنا حاضر بس بدك الوقت يسمح أنه نقدر نطلع على الصعيد ونلتقي بالناس بس كان عقبه عدة لقاءات ودعاني إلى كتير من المؤتمرات مرة عمل مؤتمر عن القدس كنت أنا موجود لما نجل بابا إلى إلى القاهرة البابا نعم بابا الباتيكان بابا الباتيكان ووقتها كان بده يعني جي أقدم أنا اللقاء بينه بس سوء الحظ كنت أنا مريض كان عندي كان عندي بكتيريا كنت عام معالج بس ما قدرت روح لأس إنه كان الحديث ممتع لأنه دخلنا بأحديث ديني عميطة هو رجل ممتع وخفت دم ترى معروف عنه خفت الدم والنكت ومنفتح منفتح بعدين خيل أزهريين أنا بحبهم معجب فيهم بعض أو معظمهم لأنه يعني الإسلام الحضاري بتلاقي عندهم بيحكوك بندون تعصب دارسين كل المزاهب قبل آخر حوار كل المزاهب مطلعين على الديان المسيحية منفتح لذلك استفدت كتير من اللقاءات اللي صارت هو كمان استمعلي وفقني على كتير من الأفكار اللي بحكيها سيد جورج دائقة الجمهور العربي تردت انحدرت مؤخرا كنت بحث طواني خليفة من فترة على موضوع الجمهور عاوز كده فمباشرة هل الجمهور عاوز كده هل فعلا دائقة الجمهور العربي اليوم بتختار هذا منطق أو منطقين مختلفين بالإعلام انه هل انت كمسؤول عن محطة أو عن إيزاع أو وسيلة إعلامية هل انت لازم تعطي الجمهور اللي عايزه السهل الممتع الخفيف اللي عايزه سياسي أو معلومات أو كذا توجهوا للجمهور هلأ بدك أنا بقول أنه لازم أن تكون بين الاثنين يعني أن تكون من سيربح المليون من سيربح المليون تعطيك مثل أكبر مثل من سيربح المليون عن ترفيه أو عن المعلومة في سيربح المليون هذا هو السؤال اتنين سوا مرشدين بدك تعطيهم بشي اتنين سوا جيب برنامج ثقافي أدموا على تليفزيون أو إذا عم حدا بيسمعهم إذا جاف بس أدموا بطريقة تكون فيها شوية تشويق لا الناس بيتابعوك نعم كان فيه مسابقات قبل ما ينسربح المليون بكل التليفزيون طبعا في الأردن جرب حزق كان رفع شهين الله يرحم رفع شهين كانت جافي كان المقبل عمر خطيب كان بنك المعلومات إذا بتذكر بس كان ناجح الله يرحمه كان ناجح جدا الله يرحمه بس كان بس فيه مسابقات ما كانت كانت يجي يا إما موزيع ومدري شو يترقوس ويعمل حركات أو كان جاف مثل أستاذ مدرسي يسأل السؤال و ويكافئ أو يعاطق إجا من سيربح المليون عطى أسلوب آخر طبعا عطى معلومة بس عطى إلى جانب المعلومة شيء من التشوير انت تايمنت كانت في تفير شيء من الثقافي شيء من كذا يعني طبعا خلى الجمهور يتابع ويندمج مع البرنامج نعم بقى بدك تقدم برامج بهذا الشكل يعني ما تكون ترفيهية حتى الإباحة وما تكون كمان تثقيفية نعم فيها جمود وفيها لغة خشبية وفيها هيك مثل مثل تلميز مدرسية نعم السوشال ميديا احنا بنذكرها كل شوي بنحكي عن الهجوم وعن الحرب وعن الإشعاعات لكن ما بنحكي عن الظاهرة نفسها يعني خمسة مانين بالمئة من هاد الدراسات عالميا رويترز مثلا عملوا الدراسة خمسة مانين بالمئة من مصادر المعلومات لدي الشباب تيك توك يعني تخيل قديش المصادر المشوهة لأنه في النياية ما بتدمنش شو اللو 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 يعني طيب حطيت إيدك على شرح طيب الربيع العربي شو كان شو كان مش كان كله إشعاعات شهود عيان وشو وأنا كشفناها من الأول إيش هدي أسلوب الشهود العيان وتطلع محطات تليفزيونية تستشهد بشهود العيان اللي جايبين صور بالتليفونات تبعهم شو حل السوشيل ميديا اليوم أنتوا في لبنان عندكم مشكلة عويصة في موضوع اغتيال الشخصية مسحة سلحة في الأردن مثلا لكن بجوز القوانين بالأردن شوي بدأ قوانين أنا كنت كان عندي مشروع قانون أنا درست في الإمارات عندهم قانون ممتاز قانون محترم محترم وبعدين لا في مسؤولية ما إلك حق أنت تجي تعتدي على كرمات الناس مين ما كنت تكون سواء كنت مسؤول أو كنت مواطن عادي ما بعرف من أي ضيعة طالع ما إلك حق تتهجم على الناس وتمسهم بكرماتهم الشخصية وكرماتهم ما إلك حق فيه لازم يكون فيه قانون يردع الشي هذا موجود بالإمارات أنا جبت القانون ودرسته وكان عندي نية أنه نحدث قانون الإعلام في لبنان لما كنت وزير الإعلام بس سبقنا الوقت وما عادت معنا كفائنا بس تتعجب بالإمارات ما فيه ما فيه واحد يطلع يكتب مثل ما بده يشتم حدا أو يتعدى على كرام لا بنتي عاد انتهى ما فيه فيه قانون بعاقبك قولك يا رجل إذا كان العقوبة المادية لا تقل عن 250 ألف درهم فضل عاشتهم جورج أدحي برفع عليك دعوة بالإمارات بيشبروك تدفع على الأقل 250 ألف درهم بعدين السجن تصل العقوبة إلى حد الخمس سنوات لو نهاء الإقامة لغير العرق إلى جانب ذلك ماذا تحتاج مثلا نحن بلبنان إلى ماذا نحتاج نحتاج إلى قضاء سليم إلى قضاء يعمل بشكل عادل ويعطي حقوق الناس يعني ما بيكف إنه يكون في عندك قانون ما بدك تطبق هذا القانون بدك قضاء يكون نزيه على كل الأصعي دي يطبق هذا القانون ما لجأت في يوم الأيام حكوا عنك بعت أملاكك أفلست جابوا صيرة عائلتك حكوا إنك متزوج بالسر حكوا بالأول كنت أنزعج بعدين لما بتلاقي إنه إنه كله كلام يعني بس ما لجأت لا لقضاء ولا لأ لا شو بكتنجها القضاء وين بكتوصل للقضاء يعني إذا إذا بدي يحكم لك القضاء مثلا حكم لك 15 مليون ليرة هذه كانت تعمل 10 ألف دولار بالزمان هلأ 15 مليون ليرة بتعمل ألف دولار مثلا نعم هل ستتكرر ظاهرة من سربح المليون برأيك هل س يعني بدك سوري 100 دولار مش ألف دولار 100 دولار هل تتكرر ستتكرر ظاهرة من سربح المليون سواء مع جورج أو مع غير جورج ممكن أكيد عالم بتطور وفي ناس طب وين جورج وين جورج خرداحي اليوم ناس بتروح وناس بتجي اليوم طبعا اليوم لا أنا اليوم مثلا بكل تقدير إنه ظهورك الإعلامي كتير خفيف اليوم طلعت معنا وهذا أنا هلأ مخفف لأنه بسبب الظروف بلربنان بسبب الانتخابات الرئاسية بدنا نشوف إلى أين ستصل إلى أين ستؤدي عم بمتنع عن إبداء أرائي السياسي لا حتى عوجودك على الشاشة بقصود الشكاة الشاشة الشاشة إن شاء الله يعني في عندي عروض رح برجع إن شاء الله على الشاشة أكيد في عندي تلفزيونات عراقية محطات مهتمة تلفزيونات مصرية مهتمة حتى من الأردن حكوني بعض الجهات وفي برنامج بقى إن شاء الله إن شاء الله يعني في بعض الأفكار إذا كان المحطات الخليجية مقطعتني بس العالم العربي يعني شوف أنت رسالتك في كتير من المحبة كتير صراحي العالم العربي موجود في محطات في كل العالم العربي يعني هذي رسالة من المحبة اللي أنت بتوجه فيها اليوم من هون من إيران صديق دائما ما بتتغير ما بتتغير عواصل هي بس بسبب بسبب إنه في ناس نفخوا بكل بساطة إخواني بالخليج اللي بيعرفوني بيعرفوني طبعا وبعضهم بيتواصلوا معي دكتور أنا متأكد هناك في ناس متحفظين بيخافوا بيخافوا ما تكون أرقامهم مراقبة أو شي بس في ناس بيتواصلوا معي بلو أتسأب لما يكونوا خارج بلادهم بيتواصلوا بيحكوني بيتطمأنه في يعني الناس بيعرفوني بيعرفوا شو طبيعتي شو جوهري ما بتغير ما بتغير أستاذ جرجو احنا بنحكي بوين جورج قرداحي اليوم وين رايح والناس بيستنوك على الشاشة إليك أيضا دور إنسان اليوم أنت رئيس منظمة رسل السلام نعم يلي تحكي لنا عنها تحكي لي هذا التوجه هذه المنظمة عندكم هو في عمال مركزها الإقليمي في عمال طبعا معروف طبعا وأنا من حوالي ثلاث شهور انتخبت أو عينت رئيس مجلس إدارة هذه المنظمة في الأردن وفي الشرق الأوسط نعم أنا سعيد جدا بهذا المنصب ما تتخيل إديه لأنه أولا يعود إلى الكنيسة الإسبانية الكاثوليكية التابعة للفاتيكان وأنا محاط بأباء محترمين جدا هم يديرون هذه المؤسسة الخيرية اللي بتجيها مساعدات من كل أقطار الأوروبا والدول الأوروبية والكنيسة الكاثوليكية وطبعا من الخيرين في الأردن وفي الشرق الأوسط وهي تساعد تساعد الناس بدأت مساعدة بالأول كان للنازحين العراقيين اللي إجوا على الأردن عملت له مدارس بتقوم بتلبية حاجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية وهلأ أني عم نطورها إن شاء الله نقدر يكون بكل عاصمة عربية يكون إلا مكتب لأنه بدنا نساعد الناس في مجالات أخرى في مجالات إنسانية وخيرية في مجالات إنسانية طبعا الخيرية المعيشية طبعا يعني أنا بشدد كتير على المسائل المعيشية الدراسي كويسي الدراسي ممتازي إنك تأمن مدارس للأطفال ولهؤلاء النازحين بس كمان بدنا نأمن له نصبه للحياة يقدروا يعيشوا بكرامة يعني بدك توقف له جوعه توقف له عطشه قبل ما تبعته على المدرسة أو إذا بتقدر تعمل اتنين سوا بيكون أحسن عم نشتغل على هذا الصعيد وأنا صعيد جدا بالفريق العمل اللي معي اللي عم بيقوموا بهذا الدور أنا دائما بتردد على العمان لحتى دائما تابع النشاطات هذه المنظمة وإن شاء الله خير وأشكرك على هذا السؤال وبدنا تشجيعكم كمان شاء الله كل التشجيع والمحبة لأنه هذا عمل إنساني يعني نبيل أولا وفي غاية الأهمية اليوم إحنا بنحكي لأنه بجزء عشان برنامجي صباحي مرتبط بهذا الموضوع ومساعدة الناس بنحكي إنه مش كل الناس بنعرف يعني بالعيد كنت بقول قداش فيه ألاف من الناس مش ضامنين إنهم يأمنوا لبسة عيد لأولادهم أو نص كيلو لحمة لصباحية العيد شوف عنا بلبنان يعني هون هون هادي الكارسي يعني أنا دائما أفكر بالنسبة لل لبنانيين حتى يعني فيه فيه ناس مش عارف ما بدي ما بدي استعمل كلمات بس إنه فيه ناس محتاجين جداً جداً بسبب الأوضاع الإقتصادية اللي وصلنا لها الليرة ما عاد تسوى شي ويعني ما بتصلوا الليرة على إيده المئة ألف ليرة اللي بتسوى صارت سأتخيل المئة ألف ليرة دولار دولار كانت تعمل ستين دولار للأسف شو تعلمت من أبوك كان مختار والدك شو تعلم منه بقي مختار شي 40 سنة والله ليك تعلمت كتير هادي النفسية اللي عندي إياها تعلمت من أبوي ومن أمي الله يرحمهم أبوي كان متسامح جداً كان شيخ صلح مختار ولك أنت عامل مختار كان فيه إجماع عليه بالقرية يعني كل ما فيه انتخابات ما فيه منافس إله كان هو ينتقب دائماً بالتزكية بالتزكية وكان محب لكل هالناس بيتنا مفتوح تعودنا نعرف أنا بعرف كل أهل قريتي من أنا وولد بعرفهم كلهم وعلمنا محبة الناس يعني دائماً فيه هيك ضراءة بالتعاطي مع الناس محبي هذه حياتنا كانت شون عكس هذا عليك على شخصيتك بعد حسك و أنا علمت الأولادي يعني لا بقصد حسك القيادي والدك عكس هذا الحس عندك أنه أنت بطبيعتك ليدر مع فريق عملك لما كنت وزير يعني استلمت عدة مسؤوليات طبعاً حتى لما كنت مدير إذاعة شوفوني وزير وفكروني أنه جاي بس نجم بس أنا كنت أدير أهم إذاعة بالشرق الأوسط يعني إذاعة الـ MBC FM وحققت نجحات وحققت نجحات ميانية ومالية ومالية طبعاً تجارية طبعاً يسلم تما كانت سد العجز طبعاً التليفزيون ما بدي أحكي عن حالي بس لا الأرقام بتحكي مش أنت بتحكي أنا أحكي لك أنا أنا متابع القارئ حبيبي تسلم تسلم كان أرقام مذهلة حس القيادي لا ليك علمني الله يرحمه الثقة بالنفس يعني كان دائماً يبديلي تشجيع ويحب الشيء اللي أعمله كان يبقى يحب أدائي في اللغة العربية يتسمع لي قصائد حافظها يمسط كان هيك يحب اللغة يحب اللغة العربية هي تعطيك ثقة بالنفس لما توقف أمام مرأة بتحكي مع حالك في إشي هيك بيزن عليك بيلاح عليك تندم عليه أنك ياريت ما عملته ياريت ما حكيته ياريت ما توجهت بذل تجاه والله بتستغرب بتستغرب ما ما في مش إشي ما بندم على إشي كتير يعني وحتى البندم عليها مش ما بذكرها يعني بس أنا بقول الإنساني بيتعلم من أخطائه ما لازم يندم الإنسان على شي يرتكبه ما بندم عليه إنه هاي تجربة ما رأت فيها بس علمتني هلأ بندم إذا ما تعلمت عرفت كيف بس إنه كل تجربة هاي دي تراكم حياته للإنسان كل تجربة بتعلمك حتى تحسن أدائك تحسن حضورك بها المجتمع حضورك بها الحياة بلاش تندم تتمنى لو في أشخاص ممروا بهالشريط بشريط حياتك يعني كنت لو شلته بكل أبداً لا 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 حتى اللي يمكن كنت كنت على سوق تفاهم معهم أو إنه على زعل أو شي ما رأوا بالحياة كلنا مرأنا يعني كنا رايحين وعشو برك تندم حتى الندم لن يبقى ما لا طعمي أشكرك شكر جزيل لها الفرصة حضورك معنا في ديران صديق أنا أشكرك كرمتني بهذا اللقاء وأنا بتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح والأستاذ أشكر بداحي شكراً لك جزيلاً أهلاً بك كل عامة بخير بتشوفك دائماً بخير إن شاء الله تحياتي وأهلاً بك وشكراً جمعون الحبيب لكم دائماً نوجه رسالة شكر لشركائنا الدعمي لنا هنا لرسالتنا في نيران صديقة جو بيترول شكراً لكم ونهاندو جودن ونظام اللعين وأدبر الماركت وكل هذه الأسماء التي ترافقنا في نيران صديقة شكراً لكم بشوفكم الأربعاء القادمة بإذن الله في حلقة صديقة حلقة جديدة وقادمة من البرنامج أنا هان بجرحيكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة